المقترحة في الحوار الماضي تعود مجدداً لمحطة المراجعات ما بين رئيس محمد العبد العزيز وأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار إذ عبر الرئيس للشيوخ عن رغبته في الاقتصار على المؤتمر البرلماني نظراً لاعتبارات من أهمها التكاليف المالية للاستفتاء في الوقت الذي ترجح العديد من الترجحات القانونية مشروعية الاقتصار على المؤتمر البرلماني في التعديلات الأحزاب المعارضة عبرت عن رفضها لأفكار الرئيس بخصوص الاستغناء عن الاستفتاء الشعبي وفي هذا السياق التقى الرئيس العبد العزيز الأربعاء بيدلو الهميد رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي وناقشا نتائج الحوار ومقترحات وآليات تطبيق المخرجات وأهمها التعديلات الدستورية وحسب التسريبات الإعلامية فقد عبر رئيس حزب الوئام عن امتعاض المعارضة من التعديلات التي طرأت فيما يخص الاستغناء عن الاستفتاء الشعبي فيما اعتبر الرئيس العبد العزيز أنه كان يظن أن الحكومة أبلغت الأطراف بأن الأفضل المؤتمر البرلماني نظرا لصعوبة التكاليف الباهضة التي يتطلبها الاستفتاء الدستوري وفي ذات السياق التقى الرئيس العبد العزيز أيضا رئيس حزب التحالف الشعبي تقدمي مسعود ولب الخير الذي كان حزبه من أبرز الرافضين للتغييرات التي مست مقترحات الحوار ومن أبرزها التعديل عبر آلية الاستفتاء الشعبي وتبقى ساحة السياسية بانتظار ما ستسفر عنه تفاهمات القصر بشأن آليات تعديل الدستور أو العدول عن التعديل لوجهة جديدة كما يتمنى المعارضون المقاطعون وكما يهمس بعض أطراف النظام بصوت خافت ناصحا بالعدول عن تغييرات ليست توافقية بما فيه الكفاية ترجمة نانسي قنقر